والباركات زيارة المولى قمر العشيرة أبي الفضل العباس سلام الله عليه السلام عليك أيها العبد الصالح السلام عليك يا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهدوا لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخو الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم اللهم إني تعرفت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني من من ينقلب من زيارة مشاهدي أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة والسلام عليكم يا سادتي ويا موالي ورحمة الله وبركاته يا دائم الفضل على البرية يا باصط اليدين بالعطية صل على محمد وآله خير الوراسجية واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وارزقنا عيشة راضية مرضية برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك اشتركوا في القناة